أهلا بكم من يريد وضع البلاد على كف توقيت ولمصلحة من إعادة عقارب الساعة 60 سنة إلى الوراء الجواب بات واضحا لدى كل الناس عقارب الطائفية ودعاة الفدرالية وكل من انطلق من خلفية كريهة مغلفة بقشرة العالمية ليهجم على تدبير إداري ليس قرآنا ولا إنجيلا ولا حتى دستورا بل تدبير قابل للتعديل أو التأجيل أو التجميد من قبل من وضعه في الأساس والدلائل على ذلك كثيرا من ميشيل عون وقرار حكومته العسكرية غير الشرعية أصلا إلى سليم الحص وضميره الذي أجل التوقيت في تدبير سليم للوطن سقط القناع هي حملة عن سابق تصور وتوقيت بدأها صغار النفوس وتبعهم مزايدون وجندت لها وسائل أعلام لطالما زايدت على بعضها بساعة ريتنج وباتت اليوم تريد أن تحدد وتقرر وتتحدث باسم كل اللبنانيين وتكاد تقول أنا الدولة والدولة أنا وللشعب أم لا أقعد ما حلك بانت حقيقة من يفرز الناس طائفيا بين متمدن ومتخلف فيما لما يزل الوطن يأن بسبب ما اقترفت يداه من بحر الظلمات ودين الصرقات وسدود السمسرات وصولا إلى قعر جهنم وبناء على أكثر من سابقة حصلت حتى في عهد من يزايد جمهوره اليوم نقول راجعوا التاريخ قبل أن تتقيأوا كل ما في نفوسكم من وسخ لا يمت إلى الوطنية بشيء والأديان منه براء رحم الله رئيسان بشار الخوري ورياض الصلح لربما توجب عليهما تحديد ما إذا كان لبنان ذو وجه صيفي عالمي في المثاق الوطني لربما كان يجب أن يطلبا إذن جهابذة الصدفة اليوم قبل أن يقرروا التوجه شرقا مكايب الغرب أو التوجه غربا عداء للشرق هزلت الحملة الغرائزية التي تعرض لها قرار تأجيل التوقيت الصيفي أطاحت جلسة مجلس الوزراء التي كانت مقررة غدا كان يعلق عليها بعض الموظفين والعسكريين الأمل في إقرارها تقديمات مالية واجتماعية إضافية من شأنها تخفيف بعض الأعباء عنهم في الخارج رصد لمسار قطار الانفتاح الإقليمي الذي انطلق من محطة الاتفاق السعودي الإيراني وفيما تجنح البؤر الساخنة في المنطقة نحو الهدوء بفضل هذا الاتفاق تبقى أخرى على توترها كما هو الحال في شرقي سوريا حيث تدور مواجهة بين القوات الأمريكية وقوى المقاومة وفيما أكدت دمشق تمسكها بإزالة الاحتلال الأمريكي حذرت طهران من أن أي هجمات على أهداف مرتبطة بها في سوريا ستقابل برد حسم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر